طيب مش لازم الإنسان يبقى تخين أو مليان أوي عشان يعمل عملية تحويل المصار يعني ممكن يكون جسمه وسط ولكن هي لها طريقة تانية يعني مش بناخد نفس الكمية من المعدة طريقة العملية نفسها طبعا تختلف هي عملية تحويل المصار المصغر إذا استخدمناها في علاج مرضى السكر اللي هم وزنهم قليل طبعا بنوسع المعدة أكتر شوية بحيث أن يقدر يأكل بروتين أكتر يقدر يأكل أكل طبيعي أكتر ممكن يأكل بارتاحية أكتر لأنه مش هدفنا إنقاص وزن احنا بمشتغل على المتابوليك بارت أو الجزء اللي هو المفيد لسكر أكتر اللي هو جزء سوء الامدصاص ده كمان يمكن تفصيله مش لازم 2 متر يعني انت وزنك مش 20 كيلو ولا وزنك 150 كيلو بجوزت مثلا وزنك 90 كيلو و 5 كيلو وعايز تعالج سكر لا بتاخد مقاسات أقل شوية من المستخدمة لإنقاص الوزن في حيث يبقى الهدف منها فقط علاج السكر ويبقى ما نخصش أكتر احنا عندنا مثلا حوالي 15 كيلو ومش عايزين يعني ننزل وزننا أكتر وبالتالي لها مقاسات بالنسبة إذا استخدمت لي جراحات السكر ولها مقاسات تانية إذا كانت مستخدمة في إنقاص الوزن الهدف الأساسي فقدان السكر وزي الصور فيه صورة هي معنا مش الهدف الأساسي فقدان الوزن كلمنا عن حالة دي يا دكتور من الحالات اللي أنا بحبها جدا بصراحة طبعا معظم حالات اللي هي بتعمل عملية سمنة مفرطة بيبقى ساعة الهدف منها إنقاص الوزن لأن الوزن بيبقى كبير جدا بيبقى فيها امراض مصاحبة أخرى بيبقى الهدف منها أحيانا هو علاج مرضى السكر وفيه نتائج مختلفة يعني أستاذ أشرف كان قصته ما كانتش مع السكر قوي هو عنده سكر بس كان هدفه إنقاص الوزن أكتر فهو عالج السكر وعالج الوزن حالات مختلفة من علاج السمنة المفرطة ما بين تكميم وبين تحويل مصار كلها يعني يعني إحنا بنقول فيها بنعايزين نوصل للناس إنه عمليات السمنة المفرطة سواء تكميم أو تحويل مصار أو تحويل مصار معدى كلاسيكي أو كل أنواع جراحات السمنة هي جراحات ناجزة في إنقاص الوزن ناجزة في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة تعيد النشاط مرة أخرى للإنسان لحياته الاجتماعية وحياته صحية بس دكور صورة دي إحنا على فكرة الحلقة دي اللي عملنا بها الحلقة دي كانت يعني من أشد الحالات اللي جات لي عليها تعليقات جمدة جدا يعني يعني كله بيخاف من الوزن ده وبيخاف من التخدير طبعا في حالات كتيرة جدا ما بتبقاش هدفها بس علاج السكر ببقى هدفها إنه هو يعني إحنا متأخرين في الإنجاب أطفال بتعمل عملات السمنة المفرطة عشان تحمل نفسها من السكر تنزل وزنها تعيش حياتها الطبيعية تقدر تاخد نفاسها المزبوط تقدر إنها تتعامل في المجتمع زي الإنسان الطبيعي اللي هو يعني يعيش حياته طبيعية بدون وزن كبير أو بدون مشاكل إنها تخليه دايما طول الوقت حاس إنه هو أقل من قرناء أو أقل من الناس اللي هو يعني في نفس العمر طيب نتكلم بقى فيما بعد العملية دايما بنفضل نتكلم على العملية ونجح العملية وطبعا خلاص فيه ألافات من الناس وملايين على فكرة على مستوى العالم بقى اللي نجحت عمليات جراحات السمنة والسكر بعد العملية إيه اللي بيتم يعني هل أنا بفقد فيتامينس فلازم أمشي عليه هل أنا لازم أعيش عيشة معينة بطريقة معينة بأكل معين إيه التحذيرات عايزك تكلمني على بعد العملية دكتور عهنا دلوقتي طبعا بعد يعني مركزين نهار ده في تحويل مصار المعدة المصغر إيه لا يحصل بعدها يعني أنا عملت عملية النهار ده تحويل مصار المعدة المصغر يعني روحت المستشفى عملت عملية تحويل مصار المعدة إيه إيه يعني أنا أتحضرت مضبوط وعملت فحوصاتي وروحت النهار ده صبح عملت العملية في المستشفى بداخد وقت عد إيه أه ما بين نصف ساعة لساعة ب입ة الكورنج للوازن حل само بتكون خلصت عمليتك بسلامة ساعتين بتطلع قوتك في المستشوى بتقعد يعني الساعتين دول في سريرك ترتاح ومتواصل مع المجتمع يعني فايق وكويس بعد ساعتين بتبدي تتماشى وتتحرك وبتاخد نشاطك الطبيعي 6 ساعات بتبدي تشرب 12 ساعات تخرج من المستشوى بالسلامة للبيت اليوم اللي تخرج فيه احنا بننصحك ان انت يعني قعد في البيت اليوم اللي هتخرج فيه يعني تاني يوم من العملية ده اعودوا في البيت عادي خالص بعدها بيوم احنا بننصح الناس كلها طبعا ربما يكون معظم الناس بتستجيب لده ان انت تنزل شغلك عادي بعد تاني يوم من العملية يعني اليوم اللي تخرج فيه قعدوا في البيت تاني يوم انزل شغلك مش لازم تقعد فترة كبيرة ان العملية طبعا بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة اقامة 12 ساعات في المستشفى يعني يعني الدنيا بتبقى سهلة في ناس بحب تاخد يومين بعد العملية في الناس اللي بتيجينا من الخريج احنا بنقعادهم يومين عندنا في مصر يعني عشان نتمن عليهم اكتر انهم مسافرين فترة كبيرة وبيبقى احيانا برضو السفر متعب شوية فاحنا بنحتاج ان هما يعودوا يومين عندنا في المستشفى لكن اللي جاي من عندنا من القاهرة او من يعني من مصر يعني من محافظات يعني او من محافظات خلاص يعني انت قريب مننا يعني فمش احصل حاجة ان انت تروح تاني يوم انت قريب مننا وتنزل شغلك بعدها بيوم بتمشي بقى اسبوعين كده على حاجات سائلة هي طبعا مش نظام دايت الفترة الاولى ما بعد العملية احنا بنحاول نحن نحافظ على المعدة نفسها لان هي بقى فيها العملية اوكي فبندي اكل مناسب لطبيعة الجروح مش دايت خالص فبقى بنضطر بناخد بقى شوية سوال وزبالي وجيلي وكاسترد وعصر طبيعة بسكر دايت وعصر بيوم وشرب مقلية حاجات كده بسيطة يعني الحاجات السائلة البسيطة اللي هي تبقى مناسبة لطبيعة العملية العشرين يوم بقيت الشهر الاول بنأكل اكل يعني برضو بسيط بموضوع كويس جدا زي شوية تونة مهروسة بيت شوية قدر مستوئين لست كده احنا بنكتبها تتوافق برضو ان احنا بنتدرج بالعملية كملت الشهر الاول كل اكلك الطبيعي العادي الطبيعي اللي هو اكل البيت الطبيعي بالكميات اللي اتناسب مع المعدة لان طبعا الجوع قال لي خالص الشابع زاد جدا يعني ما ببقاش نجوع لعلى فترة كبيرة وبالتالي انت هتاكل اكل البيت الطبيعي العادي زي اللي هيتعب الانسان الطبيعي هيتبك يعني انت ربما تاكل اكل كله مقليات كل يوم ما حدش بيستحمل دا يعني ما فيش معدى بتستحمل ان احنا ناكل مقليات كل يوم طبعا اللي هيتعب الانسان الطبيعي هيتعبك فالحاجات اللي هتدور المعدة الطبيعية هتدورك الحاجات اللي مش هتدور هتبقى صحية هتبقى صحية بالنسبة لحضرتك فأنت إنسان طبيعي جدا 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 بعد إجراء العملية بالنسبة لتحويل المصار احنا بنحتاج فيتامينز ما بعد العملية يعني مش كتيرة لكن محتاجة شوية استمرارية لأنه احنا بنتخلص من 70% من السكريات الدهون يعني عشان كده هي بتنزل وزن بسرعة كبيرة جدا وبتنزل وزن بسرعة فعالة جدا وفرصة رجوع الوزن ما بعد تحويل المصار قليلة جدا فعلا لأن 70% من السكريات والدهون بنتخلص منه وبالتالي شوية الدهون والسكريات دول بيرجع منهم بيحتاج شوية فيتامينز معاهم عشان عوض يعني أو نبقى مش محتاجين لأي حاجة بعد العملية ده هو الموضوع سهل لدرجة إن خلاص الناس بتقدم على العملية كنا عملية زايدة كنا عملية مرارة حاجة بسيطة جدا بعدين بتقول يوم وبروح شغلي فانا متهيلي حتى مش محتاجين ياخدوا أجهزة من شغلهم غير كم يوم بس فقط لغير يعني ثلاث يام مثلا أربعة يام وخلاص يومين لو تحضيري أو يومين يومين أنا بشكرك جدا يا دكتور على النجاح اللي حضرتك يعني محققوا لينا وكلنا بنبقى فخرين بدا ودايما منورنا ببرنامج الطبيب شكرا